طيب بعد المباراة الثالثة دي بدأ اسم رمضان السيد يلمع مع نجوم كبيرة قوي بدأت الخناء على أهل والزمالك مين يختفق الأول كابتن حسن حلم يكلمك بعد كده أه كلمني بعد ما رجعنا قابلته أه قابلته في نادي الزمالك وبعد كده هما كنت أهوقع خلاص هما كان عندهم مباراة في اسكندرية نادي الزمالك عندهم مباراة في اسكندرية والكابتن حسن حلم يمسافر عشان طبعا يشوف المباراة مع الفرق فالمهم أنا مديني معايد بعد المباراة هنتجمع في النادي الزمالك عشان أوقع فهو جاي في الطريق البروبيز بتاع العربية بتاعته اتقصر سبحان الله سبحان الله يعني 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 أنت جيتي نادي الأهلي ببروبيز بتاع إزاز بالزبط بالزبط هو الله الزمول لكده سبحان الله يا رب فالمهم انتصل بالنادي كنت قاعد مع الكابتن عليها الحمولي رحمة الله عليه رحمة الله عليه قال له خلي رمضان يمضي والشيك بتاعه والشيك بتاع نادي التصنيع يجي ياخد بكرة 19 الصبح فأنا ايه قلت الكابتن عليها الحمولي طب أنا ماينفعش لأن أنا معاي يمضي دي النادي فماينفعش همضي إلا لما يكون الحاجات دي الإجراءات دي عشاني الاستغنة موجودة لا شوف السيخة اللي بيقول بيها اللي هو كابتن حلمي بيكلم بيها الكابتن علاء قال له خليه يمضي والشيك ياخده بكرة الصبحية بالزبط يعني يعني فأنا قلت له كده قلت له بكرة إن شاء الله بإذن الله الساعة عشرة أنا هكون موجود ومعاي يمضي للنادي وهنمضي ونخلص كل حاجة طب بالأمانة أنت كنت عملت القصة دي كده خوف ولا كنت فعلا كنت هتنافذ الكلام دي لا مش خوف أنا كنت خلاص نويت آه الثانا ما جليش حظ من نادي الأهلي خالص لحد الوقت آه لحد الوقت طبعا كان قابليها طبعا لازم نتكلم بقى إن كابتن عزد تابروس لما دكتور أشرف مروان كان عاوز يعمل فرقة كبيرة جدا في مصر فجاب طبعا كابتن عزد تابروس الشخصية العظيمة لا كابتن عزد حاجة إيه الاحترام ده وإيه علم ده شخصية جميلة جميلة شخصية جميلة ومميز جدا جدا في الإدارة ده هو ده الصندوق الأسود كمان بتاع كل النجوم مصري بالضبط هبقى حلق ليه حلقة معنا إن شاء فهو أنا طبعا كنت متابع معنا لطول وبتصل بيه على طول وكده فقلت له كابتن حصل كذا 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 وأنا مش عارف أعمل إيه أنا طبعا لو همضي عشان ما جليش عرضي بالنادي الأهلي قال لي طب استنى يا رمضان هكلمك كمان شوي قال لك استنى ولا ما تروحش إيه لا قال لي استنى لا لا بعد ما مشيت بالنادي الزمالك بالليرد في نفس اليوم في نفس اليوم في نفس اليوم فتخيل بقى إيه اللي حصل أنا روحت حلوان الساعة 8 الصبح 8 الصبح كان موجود كنتون حسن حمدي وكمال بحفظ ده عندك في البيت ولا في النادي في النادي وبعتولي الولد من الأمال هناك من قط اللبس دهنا طبعا بعثته واجي لي قال لي كابت الحسن أهو آه طبعا ربنا طبعا يدي له الصحة شخصية لا 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 جميلة جميلة عشيرنا ناس بسينا حاجة تفرح بسرعة حاجة تفرح تفرح بنا يدي له الصحة يا رب جولك على النادي جولي على النادي بعتولك الولد ده جالي قال لكابتن الكابتن حسن حمدي وكمال بحفظ موجودين في النادي لما قال لك كده قد كنت فطرت ولا لسه مفطرت لسه مفطرت نايم النوم آه أنا مش صدقتش لولد قلتوا أنت بتهرج آه قال لي والله يا كابتن موجودين في النادي ف روحت بقى بدون فطر ولا حتى مش هتعش كمان قبلها بيوم آه آه قال لي يا رمضان انت حب تيجي نادي الاهلي قلت له يا كابتن احب أجي نادي الاهلي أنا رسوس جوني أهلاوي وانت وما كنتش اقدمت بعرض فبالتالي كانت الخطوات دي قال لي يعني انت حابت تيجي نادي الاهلي ويتخبره طبعا أنا كابتن روحت جام فيه استمرارات روحت ماضي وروح يعني ما قالكش الأول امضي وسألك لا ده في الأول سألك سألني الأول قال لي رمضان انت حيب بتيجي النادي الاهلي قلت له طبعا انا اهلاوي وما كانش فيه عرض من نقو فبالتالي كان فيه عرض الزمالي جدال اللي كان موجود يعني فمضيت وروحنا حسنا كنا موجودين في النادي رحنا الشركة الرئيس مجلس تدامة الشركة وخلصنا الاستغناء دفعوا تقريبا 10 تلاب جنيه وخلصنا الاستغناء 10 تلاب جنيه كان سنة كان كان السنة 80 80 كان يجيبه عربية ده عربيتين من هقولك اهو وانا كان بلاغي برضك نفس الحكاية 10 تلاب جنيه يعني النادي كان عاشت يعني انت من يوميها مرزق رمضان اه رغبا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الهي اخي شوف انها هنا بس اتوقف عشان اقول للاستاذا المشاهدين ان النادي الاهلي ما بيجبرش حد لأ النادي الاهلي بيسأل الاول رغبة اللاعب ايه ما بروحش باخد ايه زا كابتن زمورة رحمة الله عليه خد رمضان في قلب نادي الزمالك مالوش بس انا قابلك برا الكلام ده ناخده رسمي ولما كمال بيحافظ رحمة الله عليه وكابتن حسن ربنا ديله الصحة كابتن عزيز تبروس اللي هو اساس الموضوع لما راحوا عشان يطلبوا رمضان من نهاية عربية التصنيع او مصنع 36 كابتن حسن تسأله سؤال صريح جدا انت حب تيجي النادي الاهلي وما ده كان ربط وخلي بالك هقولك حاجة كابتن صفة وانت اعلم كمال وتعرف مفيش لعيد النادي الاهلي بيتفاوض معاه او يجيبه الا ما اسأله السؤال ده طبعا انت حبيب تيجي النادي الاهلي يقول اه خلاص مبيجبرش حد فارجعنا من في اليوم ده من التصنيع على النادي الاهلي يعني انت خلاص اه هو يعني انت مضيت مضيت اه خلاص وخدت الاستغناء وخدت الاستغناء خدها بقى كابتن حسن وكمال بيه اه طبعا حد كده هنأتوقف كده عشان انت روحت اه مش كده اه طبعا بعد اما خدت الاستغناء لا ما روحتش في اليوم ده ما روحتش ده انا مشيت معاهم من النادي التصنيع على النادي الاهلي اول لحظة دخلت فيها النادي الاهلي ياعيني يعني مش بعد ما ممشينا في الطريق مجرد وجود الكابتن حسن وكمال بيحافظ ياه انت حاسب ان فيه حلم اه انا في حلم يعني مش مش مصدق ايه انا مش مصدق ان انا ايه يعني انا كنت اه اه هروح نازل زمالك بس سقولك حاجة يعني انا لغاية وقتنا هذا باحترم و بحب المهندس حسن حلمي كلنا بشكل كبير جدا لا 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 فيه فرق كبير جدا طبعا حاجة جميلة وشخصية جميلة طبعا لكن انتمائي في الوقت ده غلب طبعا يعني انت حبيت تروح النادي اللي انت بتحبه اه اندما لو النادي ده مجالش وجالك نازل زمالك كنت تروح نازل زمالك اه كنت تروح نازل زمالك وبالذات اللي عملوا معايا كابتن حسن حلمي كابتن حسن حلمي لما ييتفرج على كل مطشاطي في نادي الترسنة يعني دي حاجة كبيرة جدا جدا طيب وانت ماشي معاهم في السك كده واول مرة دخلت فيها النادي الاهلي اه طبعا كان احساسك ايه انت عارف ايه يعني حسيت النالة سنة كام ثمانين ثمانين اه انا حسيت النالة خلاص اتنقلت معياتي كلها اتنقلت هل انت كنت بتفكر فيها قبل كده لا لما روحت مصنع ستة وتلاتين اه انت كنت تلعب في الشراء لو روحت مصنع ستة وتلاتين وبدأ تلعب المشاك بتاعكو في نادي الترسانة لما كابتن حسن حلمي شافك وبعد كده كابتن حسن حمدي وكابتن الازل تبرروز وكامل بيحافز جولك وكلموك ايه اللي ايه اللي بيحصل اه لا انا طبعا يعني من اول ما بدأت تلعب كورة وانا عندي تسع سنين انا حاطط ان انا هكمل في الكورة بشكل كويس اول لان اولا يعني مسلا انا انا من تسعه لاثناشر تتشار بعتشار سنه يعني ما شاء الله يعني كتت مهاره الناس كلها عرفاها والمهاره كتت عالية جدا وانا في نفس الوقت كتت حاطط في دماغي ان انا لا هكمل في الكورة بشكل كويس لكن طبعا لما يجالي حياتي التزمالك وجالي حياتي الاهلي طبعا لما دخلت النادي الاهلي هو ده بقي حلم حياتي يعني ده الحلم اللي أنا كنت بأحلمه في حياتي إن أنا عشان أبقى لعب كورة وفي النادي الأهلي يعني بدأت شغلك بقى على نفسك من يوم ما دخلت النادي الأهلي طبعا 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 أنت لسه بتكلم أصحابك وفي مقابلات مع زمالك في اللعبية العربية التصوير آه طبعا آه طبعا فيه لعبات كتير الحقيقة طبعا أنا كان إينو صديقي يعني على اتصال به حدولاتي لا ده الله أرحمه إينو الله أرحمه آه لا لا آه آه إنت فيه فيه إسماعيل العدوية إسماعيل العدوية وفيه عب سلام الشريف حاجة كانوا كابات فرقة أنا طبعا كنت كابتن فرقة لكن دو كان لعيبة جمدين جدا آه فيه الكابتن حسيني للجزار حسيني للجزار برضو ناس يعني احنا تعرف إيه آه حلوان دياء أوي لا ماضيك ما تنسيش بسرعة كده بالضبط دي ذكرياتك الناس الحمد لله يعني علاقتنا علاقة كويسة لعدة هزير نتكلم بعض على طول آه طبعا ترجمة نانسي قنقر